اشتركوا في القناة وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الصحة اليوم هنتكلم مع قامة من قامات الانفكشن كنترول في العالم الدكتور فاروق زنجبال أهلا وسهلا فيك دكتور أحييك دكتور جمال وشكرا إلك ولهالبرنامج الشيق اللي محبب على قلوب الجالية العربية شكرا كتير إلك وجهودكم كبيرة ما شاء الله عليكم الجهد اللي عبت بزله لا يوصف شكرا لك دكتور باسم قناة كنار تيفي باسم كل المشاهدين اللي حيتابعونا اليوم بنشكرك ونشكر لك وقتك اللي حتعطينا إياه للتكلم عن أشياء مهمة جدا اللي ما بيعرف الدكتور فاروق دكتور فاروق من استشاري أمراض صدرية وتخصص في الانفكشن كنترول في محاربة الأوبئة كان من أهم الأعلام اللي استطاعوا بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى يقضوا على الكورونا فيروس اللي أصاب أو الميرس اللي أصاب دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في 2012 فكان الدكتور في مقدمة البوتقة من الأطباء اللي استطاعوا أنهم يقضوا عليه ويخففوا عدد الإصابات فأول إشي بنشكره على ما قام به وما يقوم به لأنه طبعا كل واحد من الأطباء والممرضين بقوم بواجبه لكن هذا الواجب نبيل خاصة اللي احنا بنشوفه الآن في الوقت الحالي وقت الأزمات ووقت الأوبئة ووقت الأوراض المعدية لا يفكر بنفسه بل يفكر بالمجتمع كاملا شكرا لك دكتور فاروق على ما تقوم به شكرا لك دكتور جمال على هالتقديم الرائع وأنا فخور فيك وفخور بقناتكم وفخور أنه أكون معكم اليوم ضيف أأمل أن أكون خفيف الظل على الجميع وأنا أوفق بما أقدمه يعني من معلومات حسب القدرة والمستطال في الوقت الحاضر إن شاء الله دكتور اليوم بدنا نتكلم عن الأمراض الوبائية والمعدية يمكن هذا أصلا هو علم كامل يعني هو تخصص في الطب كامل لكن هنحاول اليوم نختصر أو نوضح للناس شو هي الأمراض الوبائية شو هي الأمراض المعدية كيف بتطلع وتنتشر مرة واحدة فضلا دكتور شو الأمراض الوبائية التعريف كلمة وباء هو انتشار مفاجئ وسريع لمرض في بقعة أرض محدودة مثال على ذلك في مدينة أو في قرية أو في بلد ما يعني بتدخل هال الوباء بتدخل على هال المدينة يصاب في عدد كبير من أهالي هذه المدينة بنفس الأعراض بنفس الفترة الزمنية بيكون يعني وباء على الجميع يعني كل العالم تمرض في وقت واحد وأكبر مثال على ذلك الكورونا الحالية الله يبعد الشرع عن الجميع إن شاء الله يا رب ونحن بنعرف أنه الأمراض الوبائية بشكل عام أكبر مثال على ذلك اللميع شو الأمراض الوبائية بنجيب عليها أمسي لكثيرة مثل حديثة الانتشار مثل السارز وإنفلونز والطيور والبيروس الكورونا وجنون البقر دكتور جمال في العصور الوسطى لما كان الأمراض الوبائية اللي تدخل على المدن وتقتل أو تبيض أعداد كبيرة كتير كتير من سكان هالمنطقة الجغرافية اللي دخل عليها الوباء ما كانوا يعرفوا لا تشخيص هالمرض ولا شو اسمه المرض وليش الأعلم عم تموت في الشوارع وليش واحد بينام بعد ساعتين ثلاثة بفيق كان يسموه الوباء الأسود أو الموت الأسود بعدم المعرفة التامة في هذه الأمراض لذلك حالياً أنه الأمو صارت تنحذ صارت تشخص صارت بسرعة يعني الفضل للعلوم سرية الانتشار في العالم يعني عن طريق النت وتواصل اجتماعي يعني ما ضل شيء مخبأ يعني كل مرض بانتشر في مكان ما كل العالم بتعرف فيه يعني وخاصة مثل ما قلت لك أنه الأمراض الحديثة الانتشار مثل السارز برد بكرر السارز والإنفلونزة الطيور والكورونا وإنفلونزة الخنازير وجنون البقر وأمراض كثيرة مثل السل مثل الطاعون القديم مثل الكوليرا مثل هالشغلات هيا من الأمراض الوبائية الأكثر فتكة في العالم دكتور بس سريعا هل تتوقع الميديا لابد دور في التسليط الضوء على الفيروس اللي احنا موجود فيه أكثر من باقي الفيروسات والفترات الماضية يعني أنت اشتغلت في عصر الفيروس السابق اللي هو ميرس نعم والكورونا الأول والسارز نعم فهل تتوقع أن الميديا لابد دور في هذا الموضوع دكتور جمال الموضوع أخذ حجم فائق جدا جدا الكورونا لأن مثل ما نحن تكلمنا عن الوباء ببداية الحديث أنه هو بنحصر في منطقة جغرافية صغيرة يعني مدينة منطقة أنه العالم رأسا كانوا أنه ممنوع الدخول وممنوع الخروج ما بيصير واحد يدخل وما بصير واحد يدخل يطلع من هالمدينة اللي مصاب فيها الوباء بس ولكن هون اللي شيء تفاجأنا واللي شيء أزهل العالم كله أنه المرض ما من انتشر في بقعة جغرافية واحدة المرض صار مثل يعني مثل انفجار هيك انفجار ضوئي أنا رأي العالم كله نفس الشيء هالفيروس هذا انتشر في العالم كله بسرعة فائقة وسبب هالانتشار دكتور جمال نحن بنعرف أنه الأمراض الكورونا بالذات للأسف بتنتشر عن طريق المتوالية الهندسية لذلك أنه منشوف لما واحد بنصاب بيصير واحد بعده واحد والواحد بعده اثنين والاثنين بعده أربعة والأربعة بعده ستتاش والستتاش بعده ومنذلك يعني المتوالية الهندسية اللي عبت انتشر بين العالم يعني هي اللي انتشرت في في كل بقاع العالم لذلك هذا يعني من يعني فعلا كان مرض وبائي مذهل وقاهر للدول الغنية والقوية واللي كانت تفتخر بأنه هن محصنين صحيا وطبيا ووبائيا طلع العالم كله أمام هذا الوباء الكورونا طلعت أنه كل الناس ضعفاء فيه إلا الإنسان لازم في هالحالة كان من البداية يعتمد على الوقاية الشخصية وهي الأفضل لأني بتعرف دكتور جمال حتى الآن الأطباء أو منظمة الصحة العالمية ما أقرت ولا لقاح ولا دواء من شان الكورونا لذلك يعني للأسف أنه لم يبقى أمامنا إلا الوقاية الشخصية وعدم التجمعات وعدم كشف الفم والوجه لأني بتعرف دكتور جمال أنه الكورونا يعني أثبت أنه بالفترة الأخيرة أنه كان فيه هناك عدة احتمالات على الانتشار بس هي الانتشار الأول هي عن طريق الرزاز اللي بيطلع من الفم أثناء التكلم أثناء السعال أثناء الحديث يعني بيطلع عن طريق الفم طبعا يعني هذا شيء مهم جدا لأنك يعني أنت من أحضر الناس اللي ممكن نتحدث فيه عن الكورونا لأنك عصرت جيلين من الكورونا وهذا التالت نعم دكتور فأنت مربيهم على يديك والله دكتور للأسف يعني صحيح واحد بيعمل في هالمجال بس ولكن أنه يتمنى أنه ما يعمل فيه لأنه دائما بتلاقي أنت عم تشتغل بين ناس مصابة بين ضحايا بين أعزاء بتوفوا من عائلات بتشوف يعني يخلف هذا الوباء كوارث بين الأسر وبين الأحبة وبين الأقرباء وإن لم يكن إنسان قريبي فهو أخوي بالإنسانية يعني إن جاري مصاب أو مرض أنا نفسيا أنا بتأثر عليه لأنه كلاياتنا كما يقال نحن كل العالم حاليا في هذا الوباء كلنا على ظهر سفينة واحدة صحيح صحيح طيب دكتور فيه سؤال عم نسأله أو بيجي بظهر في بالنا هل فيه تصنيف علمي للأمراض الوبائية؟ نعم دكتور جمال في منظمة الصحة العالمية صنفت كل الأمراض الأمراض القلبية والأمراض الدم ولكن بالنسبة للأمراض الوبائية صنفته بشكل بشكل مفصل كتير كتير واعتمدت عليه يعني متما حضرتك تعرف أنه الأمراض الوبائية هو الانتشار السريع إلى لذلك كل العالم بيهتم فيها يعني مثل عندك كل آياتنا كان جدرة المية عند الأطفال هاي كمان بتنتقل من طفل لطفل حتى لو ما لمسوا يعني بتنتقل من الأطفال يعني هاي كمان من الوبائيات اللي كتير بنعرفها بعدين في عندك التهاب الكبد الانتني الفيروسي كمان هذا بانتشر بشكل فظيع في عندك حمة فؤيد اللي كنا دائما كمان هاي من الأمراض الوبائية المعروفة الحمد لله هلأ من نحكي يعني للموضوع الكوليرا الكوليرا الحمد لله يعني يعني شبه انقرط شبه انقرط ولكن للأسف في بعض مناطق الحروب اللي بينفقد فيها الأدوية اللي بينفقد فيها الرعاية الصحية الأولية اللي بتنفقد فيها النظافة القمامة بالشوارع بتعرف يعني مثل حروب اللي كانت تصير في العصور على مرة العصور هاي من كتير الوبائل كانت كتير يعني مزعجة عندك السل بنحكي على السل هيك بشكل بسيط بتعرف السل هي عصية كوخ عصية السل هي بتتواجد وبتحب تعيش في الأماكن الرطبة اللي ما بتدخلها الضو يعني أكتر شيء بتلاقي عند نزلاء السجون طيب أو عند الناس اللي بتعاطوا الكحول أو اللي بتعاطوا المخدرات لإنخفاض عندهم المقاومة المناعة لذلك إنه بيكونوا أقرب الشيء هل يعني هل في أمن الناس إنه أكتر شيء بنصابه ولكن كمان نحن هنا بنحكي أنا دائما بيجيب موضوع الفدائيين اللي بتعرضوا لفيروس السل وغيرهم من الأمراض الوبائية هن سائقين التكاسي يعني سائق التكاسي بيطلع معه مريض يعني مريض يعني مثل ما بيقلك إنه بيحكي مع الشوفير وبينفخ وبينفخ والسيارة بتعرف هذا بقى مسكين هالشوفيريات التكاسي أنا بيزعل عليهم ودائما أنا بنبههم يعني كان عندي بالعيادة أو كان بالمحاضرات بنبههم إنه يفتحوا شيء من الشباك مشان إذا صار شيء حدا نفخ بالعصيات كوخ أو أمراض أخرى تانية يحمل الراكب أو بالعكس من السائق للراكب كمان يعني هاي حلقة وصل حلقة وصل كتير كتير مثل ما بيقولوا يعني ملتصقين ببعضهم لذلك أنا كتير أنا دول بزعل عليهم مثلي عندك كمان موضوع الحمى الشوكية في عندك السعال الديكي في عندك السارز في عندك موضوع الكورونا اللي هلا نحن فيه هذا هلا من هو من أخطر من أخطر نحكي فيه بعدين في عندك الحصب الألمانية كمان هاي يعني من الحصب الألمانية في عندك موضوع الحمى المالطية يعني كل هالأعراض هدول يعتبروا من التصنيف اللي منظمة الصحة العالمية بتاخده بحزر وبتتعامل معه بحزر وبتهيئ بشكل دائم بتهيئ عدد كبير من الأخصائيين إن كانوا أخصائي أطباء أو إن كانوا علاقة بالقطاع الصحي أو بالتسقيف الصحي لمحاضرات في الجامعات وبالمدارس وبال للوقاية من هالأمراض لذلك كما يقال دكتور جمال درهم وقاية خيرهم من قطار علاج مظهور نعم وافقك هل الإنفلونزا دكتور من هذه الأمراض تعتبر نعم دكتور جمال الإنفلونزا هي من أقرب الأوبئة الفيروسية اللي كلها نعرف أنه في بداية فصل الخريف أو في آخر في بداية فصل الصيف في هالفترة الثلاثة الشهور بيصير بكل دول العالم بيوزعوا لقاحات ضد الإنفلونزا ولكن للأسف دكتور جمال تعرف أنه الفيروسات بشكل عام التركيبة الدين أي تبع أو بيسموها الحمض النووي الحمض النووي تبعهم هذا هم تعرفون على سلسلتين A و B يعني يعني إذا واحد من A عدده رقمه فرضا نحن 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 فرضا واحد التقى معه B 500 اللقاح لا يفيد اختلف اختلف اللقاح لأن اللقاح ما معناته كلمة لقاح اللقاح هو يأخذوه من المرضى اللقاح في دور مثل ما بيقولوا انه مثل فترة الحضانة بيأخذوه هالفيروس على المختبرات بيضعفوه المقاومة تبعو لهالفيروس أو بيكون فيروس ميت وبيحق نعطي عند الانسان منشان يصير كلقاح يعني لذلك انه بيأخذو آلاف بل ملايين من هالجراسيم يعني وبتعرف كمان يعني هون الشغلة كمان للأسف الشديد لما بيكون فيه مريض مثل حكايتي مثلا معي انفلونزا وأنا كنت عبتعالج فيه بتعرف هو ما له علاج هو كله يعني علاج عرضي علاج عرضي فيه حرارة بيعطيك دول حرارة فيه دول السارة بيعطيك للسارة فيه ألم بالبلعوم بيعطيك دول البلعوم بس ولكن أنه لما بنتش أنا بيكون عندي أنا مناعتي ضعيفة وبنتقل لشخص مناعته قوية اللي صاحب المناعة القوية ممكن ينصاب بهالفيروس وما يشعر فيه مطلقاً بس ولكن أنا اللي اللي عندي مثلا أمراض عندي جهاز المناعي ضعيف عندي أمراض مزمنة مثل السكر مثل الضغط مثل أمراض جهاز تنفس يعني أنا يعني كمثال يعني 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 فيه المصاب اللي عنده المناعة الضعيفة يعني فيه معاناة شديدة ويشعر يعني بأعياء وبيحتاج للطبيب وبيحتاج له مشفازة اتطورت معه الحالي أما تسعين بالمئة من الشباب تسعين بالمئة من الشباب بينصابوا بهالفيروس بنتقلهم وكمان يعني يعني بتأخذ الموضوع على باقي الفيروسات يعني عندهم جهاز المناعي بينصابوا بيطيبوا وهن ما بيحسوا على حالهم الحمد لله الحمد لله دكتور أنا بدي ألخص معلومتين هون سريعات المعلومة اللي انت ركزت عليها في النهاية اللي هي جهاز المناعة نعم نحن نعطي جهاز المناعة شوية في نهاية الحديث نتكلم عن كيف تقويت جهاز المناعة وبعض النصائح لكن يعني نصيحة مهمة جدا إذا جهاز مناعتك قوي مفروض إنه جسمك يقاوم هذه الأمراض الشيء الثاني إنه الأمراض الوبائية هي الأمراض مش شرط الأمراض المميتة هي الأمراض اللي بتنتشر بسرعة هي اللي إلها انتشار طيب هل كل الأمراض الوبائية معدية دكتور وأنه في أمراض وبائية تصبح وباء ولكنه مش معدي وما بتنتقل دكتور نحن لازم نميز ما بين المرض الوبائي وما بين المرض المعدي هو في النتيجة في المحصلة هو مرض واحد نعم بس ولكن مثل ما تكلمنا أنه المرض الوبائي هو انتشاره سريع انتشاره سريع وبياخد مجموعة كبيرة يعني من البشر بأعراض وحدة بساعة وحدة بفترة زمنية واحدة أما الأمراض المعدية فهي بتنتقل من شخص لشخص يعني مثلا على سبيل المثال مثل أمراض السفليس هي بتشتغل عن طريق كذا في عندك الأمراض الأمراض مثلا عندك السل يعني السل تنتقل كمان من شخص لشخص يعني هاي الأمراض المهدية يعني العدوى فيها بتكون بتصيب عدد قليل كتير 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 من الناس يعني عدد محدود يعني مريض مثلا معه السل بيصيب أسرته بيصيب الناس اللي يساكلين معهم طبعا إذا في عندهم جهاز المناعي ضعيف إذا في عندهم تغذية ضعيفة إذا عندهم عدم تناول تعرف إنه السل والشغلات اللي بتقوي المناعه هو الحليب في هيك المجالات الحليب هو من أفضل العلاجات الوقائية للسل لذلك إنه في شغلات إنه هي الوقائية لازم فيها مثلا في عندك الأمراض اللي بتنتقل عند طريق الجهاز التنفس عن طريق الجهاز التنفس يعني ممكن صيب جهاز التنفس ممكن توصل للرئتين تساوي له ذات رئة ويصير معه يموت المريض لعدم استطاعته التنفس لأنه بيكون عنده الرئتين كلها صارت عبارة عن صديد يعني ما بيصير فيه مبادلات ما بين ثاني أكسيد الكربون والأكسجين لأنه لما الأكسجين بيدخل على الرئتين بده الدم بيشيل هالأكسجين بده يودي له كافة أنحاء الجسم بالمقابل بده يشيل هالكربون ثاني أكسيد الكربون بده يريد يطلعه هالحلقة بتنفقد بأمراض جهاز التنفسي نحنا بنحكي على موضوع الثاني الأوبياء اللي بتصيب الكليتين يعني دائما إذا ما كانت تتعالجت في الوقت المحدد وإذا ما كان فيه إلى متابعة حسيسة ممكن واحد ينصاب في قصور كلاوي وبيصير بعدين بده يعيش على الكلية الاصطناعية وكذلك نفس الشي الأمراض الجهاز التناسلي يعني مثلاً إنسان حامل أو مصاب بالأيدز بالسفليس في هذه الأمراض هذا يعني أقل ما يمكن أقل ما يمكن بيساوي عدم إنجاب طبعاً يعني هذول من الأمراض يعني في أمراض بتجيك وبتروح في أمراض بتجي وبتظل ساكنة محلة بتسبب لك عها دائماً الله يبهد الشرع للجميع آمين 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 يعني هذا سؤال جيد دكتور خاصة مع عصر الكورونا الآن هل هذه الأمراض متوقعة إنها تختفي بنفسها أو إحنا لازم نقاومها لازم نخترع ما يسمى باللقاح يعني في الكورونا الأول والثاني الأول ما اخترعوا لقاح وانتهى بعضهم دكتور لما كنا نحن نشتغل محل ما أنا كنت أشتغل في أحد الدول القليجية فعلاً اشتغلنا كتير وكان في ضحايا كتير يعني وكانت عوائل كلها تنصاب بتعرف الحجر الصحي كان هو الأساس إنه عن طريق الحماية الشخصية عن طريق العزل عن طريق رفع المناعة عن طريق رفع المناعة عند المخالطين للمريض الكورونا بنحكي لمريض كورونا يعني بنحكي يعني لو هيك حددنا الموضوع الكورونا شوي لأنه هلأ كل العالم عاش به هالقضية اللي أزهقت حتى الآن يعني العدد وصل إلى 400 ألف للأسف والمصابين للسبع ملايين يعني يعني هذا عدد مو قليل لذلك إنه نحن نرجع إلى الوقاية الوقاية هي أهم الشيء وفعلا يعني درهم وقاية خيرهم من طنطار علاج يعني أول شي أنا لما بدي أطلع من بيتي أول شغلة لازم حط الكمامة حفاظا على صحتي وحفاظا على صحة الآخرين يعني هذا من الضروريات بعدين عندك الشغلات التلامس التلامس هي عربة اللي بالسوق أنت في مريض ساعله حط إيده على تمه ومسك شغلة معينة ما عجبته رد رجعه بيجي شخص تاني بيشير هالشغلة بيشوفها وبياخدها وبيجي على البيت دكتور جمال هي هون هون هي أكتر خطر نحن منحكي فيه هو موضوع انتقال العدوى عن طريق الأشياء عن طريق الأشياء يعني هلا الكمامة نحن منحطها منحط من البيت السكفو في الكلابس ومنروح ومنجي وما في شي نحن منجيب هالكيس المواد اللي اشتريناها ومنحطها على البيت منمسك هالغراض منوصل على البيت منعتبر حالنا نحن صرنا في منطقة أمان وصلنا بيتنا يعني بتشلح الكفوف بتكبهم بترجل على الاغراض وتفتح باب البرات بداك تحطهم بداك توزيع كل مغرض محله دكتور جمال فيروس الكورونا فيروس كتير لعين بيعيش على الأسطح الستانليستيل حتى الأربعة أيام حتى الأربعة أيام يعني عن طريق السعال السعال يعني بيظل عايش من ثلاثة إلى أربعة ساعات بالهوعب بيسبح لا يلاقي له إنه واحد يتنفسه ويدخل فيه يعني هاي الوقاية نحن ما لازم من هلأ إلى فترة كتير بعيدة ليصدر قرار من منظمة الصحة العالمية بيفك الحظر عن الوقاية الشخصية وبعدها بفترة لازم نظلم سابرين عليها لأنه مثل ما قالنا هذا فيروس خطير كل العالم انزلت أمامه الدول الكبيرة قبل الدول الضعيفة لذلك نرجع للوقاية له دكتور جمال أول الشغلة أول الشغلة هي الكمامة التخلص من مواد المحارم اللي منسعوا فيها واللي منخط فيها يعني كلها لازم تنحط في مكان القمامة بشكل كويس يعني ما نزلتها بالبيت ما نزلتها بالشارع لأنه هون الفيروس موجود لما هذا بده ينشف المادة الرطبة اللي هي موجودة الفيروس بده يطير مع الهواء وفيه إله ألف مستقبل يعني للأسف إذن دكتور يعني موظم هاي الأمراض تغزو أول شيء جهاز المناعة يعني جهاز المناعة هو عندنا إحنا خط الدفاع الأول زي ما بنحكي نعم دكتور طيب هل كلها بتتسبب من فيروسات بس عشان نوضح للجمهور هل كلها بتسببها فيروسات أم ممكن تسببها بكتيريا ممكن فطريات ممكن أشياء دكتور جمال الموضوع الموضوع الميكروبات أو الجراسيم هذا موضوع مقدور عليه موضوع مقدور عليه يعني واحد انصاب بالتهاب قصبات بيأخذ أدوية مثل يعني الخطة العلاجية لالتهاب القصبات مثلا بيأخذوا مسحة من المخاط طبعه بيساوله كزرع بيساوله كذا بيعرفوا اشي الدواء المناسب بيعطوية يعني هو المضاد الحيوي يعني البكتيريا طلعت رحمة لا العمل هي بتنباس إيدها بالمقارنة مع الفيروسات يعني الله يبعد عنا اثنين بس ولكن دكتور جمال موضوع الفيروسات هو الموضوع الكثير يعني لا لقاح بيفيد ولا أدوية بتفيد وما بيفيدك إلا جهاز المناعة مثل ما تكلمنا أنه جهاز المناعة هو هو الخط الأول يعني يعني إذا الفيروس تجاوز خط المناعة ودخل للمرحلة اللي بعدها ولا يازو بالله إذا كان يعني عند الشباب مثل ما قلتلك أنه 80% من الشباب بيمرضوا وبينصابوا وبيطيبوا وما لون خبر بس ولكن بيعندك في عندك الفوق الـ 65 سنة اللي عندهم اللي عندهم أمراض مثل السكر مثل الضغط مثل مثل التهاب القصبات مثل هالشغلات الأمراض المزنمنة القلبية هذا هون هون المشكلة يعني بيضل مثلا عندنا من الـ 80% من الشباب هدول يروحوا هدول بيطيبوا وما بيشعروا فيها بيضل عندك 20% لـ 20% 10% هدول ممكن يطيبوا بمساعدة طبية وـ 7% بدهم مداخلة طبية عناية عناية بدها عناية مشددة إلون يعني مثل عناية مشددة مراقضة طبيب 24 ساعة جهاز تنفس تحاليل دائمة أعطاء أعطاء السيرومات بشكل دائم مع تسريب الأدوية وفي عندك للأسف الشديد هدول اللي بيتوفى منهم 7% و 3% اللي هن المساكين الأطباء اللي هن اللي دائماً بيكونوا ضحية يعني الكادر الطبي اللي بيخالط مريض الفيروس الكارونا بيأبشع حالاته وللأسف من الوطن العربي فقد أكثر من 60 طبيب على كامل مساحة العالم يعني 60 طبيب عربي توفوا وكلهم شباب وكلهم شباب يعني للأسف الشديد يعني هذا إشي مثلا بقولوا هدول الخط الأول يعني وواجبون يقوم يعني هذا إشي محزن هذا إشي محزن 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 بس ولكن يعني كل آياتنا مجبرين أنه لما بيصير شيء كل آياتنا يعني مثل ما قلتلك كل العالم على مركبة على في ضيعة وحدة يعني كل العالم بدي تنصاب وكل واحد يعني يقوم بواجبه أولا وأخيرا أكيد أكيد هذا واجبنا كطباء في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه ويعني في ناس يمكن تشتغل بطرقها لمقاومة هذه الأوبئة لكن إحنا في موضوع الأمراض هذا اللي درسناه وهذا اللي القسم اللي أقسمناه وهذا الواجب اللي بيقوم فيه طيب دكتور السؤال اللي يمكن بدي أركز عليه شوية لأنه الناس كتير بتسألوا قاعدة اللقاح بولك يا عمي خلاص ما احنا عرفنا الفيروس ليش محدا قادر يطلع لقاح للفيروس الكورونا ليش ما طلعوا لقاح للفيروسات السابقة حدثنا شوية عن اللقاح انت حكيت مختصر عن اللقاح بس بدنا نركز على هذا الموضوع دكتور جمال في عنا كل الفيروسات كل الفيروسات يعني في مننا انه ممكن ممكن استخلاص مننا لقاح ممكن يعني مثل يعني بس هاللقاح بيكون محدود يعني هاللقاح اللي أنا مثلا بعطيه لألف مريض لألف شخص يعني أنا بدي ابعد عنه مثلا ارفع له المناعة يكون عنده هالفيروس انه موجود صار مناعة ذاتية عنده ممكن الألف واحد تصدف انه أربعين بالمئة ما يناسون هاللقاح ما يناسون لذلك انه لذلك انه الفيروسات الفيروسات متل ما قلتلك دكتور جمال تغيير البنية البنية الحموض الأمينية اللي هي موجودة هي اللي عب تخلق الإشكال هي اللي عب تخلق الإشكال يعني مستحيل انه مثلا يعني نحن بنعرف انه مثلا الفيروس انه فيروس واحد ما بيتحول ما بيتحول من مريض لمريض هو هو الصعوبة باللقاحات الفيروسية هو تحول الفيروس نفسه مثلا هالسنة إيجاك الفيروس العلماء أخذوا مثلا من مليون مريض أخذوا فيروسات طبعا هي اما بتكون ميتة أو بيتكون هزيلة غير فعالة لما بتدخل لجسم الإنسان بيحقنوها بالشخص اللي اللي عب يعطوه اللقاح مشان يرفعوا منعته يعني بتشوف انه هالسنة أنا أخذته ماشي حالي سمت الجايزة نفس اللقاح ما بيمشي الحال مثل ما قالنا يعني المعجزة بهالتحول بهالفيروس هو تغير البنية الحموض الأمينية اللي تبعه لذلك يعني من أصعب الشيء نحن نحكي عن اللقاحات الأمراض الآخر الشيء اللي هو مثل السارز مثل الجنون البقر مثل الفلونزا الطيور الفلونزا الخنازير يعني هذول يعني هذول اللقاحات تبعهم لا يمكن أنه أنا أخذها وأكون آمن منها يعني هذول يعني هذول يعني هذول يعني حتى حتى وزارة الصحة العالمية حتى وزارة الصحة العالمية لما بتتمنى لقاح طبعا اللقاح بيقضوا من مراكز عالمية بيقول لك بيقول لك هاللقاح استخدم على كذا على عدد كبير من الناس وعطاء إيجابية وكذا يعني حتى يعني للأسف الشديد دكتور جمال يعني حتى بيصير عليه هاللقاحات تسويق أعلاني يعني بيزنس صاير يعني ما في فائدة صحية للأسف لذلك أنه دائما واحد بيخاف بيقول لك أهم الشي أنا وينما كنت وينما تواجدت اعتمد على الوقاية الشخصية هو الأسلم إذن حنرجع لموضوع الوقاية بعد هذا الفيديو البسيط نعم بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم لنحميه من المرض لنكف عنه الأذى بالتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم معا نرسم البسمة على وجهها تبرعي الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم تبرعاتكم في أيد أمينة دكتور تبرعاتكم في أيد أمينة منظمة الصحة قالت أن فيروس الكورونا لا ينتقل عن طريق الهواء لا ينتقل عن طريق الهواء لا ينتقل عن طريق الهواء ماذا تعليقك دكتور؟ حاليا حاليا كل الاهتمام على موضوع أنه انتشاره بالهواء عن طريق نحن عندما نعرف أن الفيروس الكورونا كيف يدخل على الإنسان؟ أول ما يدخل يوصل على البلعوم أو بالغشاء المخاطئ تبع البلعوم أو الأنف هون يعيش لمدة فترة أربع خمسة أيام أربع خمسة أيام بينما يلاقي له طريق يدخل فيه يجتاز الخطوط الدفاعية الأولى للجسم بعد الأربع أيام تصبح الأعراض الحرارة السعال الرشح هالأعراض بعدين عندما يدخل الفيروس للرئتين للرئتين هو الفيروس بشكل عام بشكل عام هو الفيروس هو مو كائن حي بصير حي لما يدخل بجتاز خلية وبتفاعل مع البروتينات الموجودة بها الخلية حتى يصبح ينقسم يصبح يعيش يصبح يغزو كل الجسم هذا هو لذلك أنه الطريقة الوحيدة اللي هلأ كل الأطباء عندك الأطباء في الصين عندك الأطباء في روسيا عندك الأطباء في إيطاليا كلهم يحكوا على موضوع نفو نفو شغلت أنه ينتقل عن طريق الإيدين بس ما حدا نفى أنه ما بينتقل إلا عن طريق جهاز التنفسي إنه يصبح بالهوى يصبح عن طريق الكثير يعني يعني حتى في أبحاث أنا قرأتها دكتور أنه على الكورونا هذا الجديد اللي هو كوفيد-19 أو صارس 2 أنه في أبحاث بتشك أنه بينتقل عن طريق المياه الصرف الصحي وجدوا تريسز في مياه الصرف الصحي في نيذرلاند في هولندا والآن في دراسة كاملة على الموضوع هم بحاولوا يشوفوا يعني هو فيروس جديد أكيد رح نكتشف شغلات جديدة زي اللي بتجوز مرته جديد بتتعرف عليها كل يوم بشغلة جديدة دكتور جمال بتعرف أنه من أحد الحالات المتقدمة من الإصابة فيروس الكورونا هي الإسهالات الإسهالات يعني يعني لما المريض بدي يدخل على التواليات وين بدي يروح بدي يروح الصرف الصحي صحي وفي الدول في الدول العالم الثالث الصرف الصحي هو بيسقوا فيه خمسين بالمئة سبعين ثمانين بالمئة المزروعات الخصوة وهذه الشغلة لذلك أنه هاي حالة يعني حالة يعني مثل ما بيقولوا مضاعفات هذا مضاعفات تبعا يعني مثل عن طريق مثلا أنه حكوا عن طريق الخفافيش مثلا بالسعودية حكوا عن طريق الجمال مع العلم مع العلم اللي كانوا يجونا على المستشفى ولا واحد مخالط الجمال يعني لا راعي ولا صاحب مزبح ولا كذا يعني بيظل الفيروس غامض هو كورونا العين زي ما حكيت هو هو فيروس الكورونا يعني بيظل هو يعني بيظل غامض يعني دائما فيه تكهونات عنده يعني يعني حسب حسب الأطباء يعني لما بيجتمعوا يعني لما بيجتمعوا الأطباء على على سبب الأسباب أنه الكورونا أنه هو عن طريق السعال عن طريق الكذا عن طريق الإيدين عن طريق الماء عن طريق الحيوانات هل عبيقولوا أنه آخر الشي عبيقولوا عن طريق القطط والكلاب المنزلية الأليفة بس ولكن كما قلت لك يعني دراسات خاصة تبعية الكورونا لما صارت في 2012 إلى 2016 في بالصين و بالخليج و بالكذا العالم لا أهتم فيها لا أهتموا فيها لماذا؟ أما تهتموا بمرض العالم لما يصيب الدول الكبيرة لما يصيب الدول الغنية لما يصيب الشعوب المتحضرة اللي بعتبروا حالهم هني أم العالم هنا مثل الإيبولا ما أحد سأل يعني الإيبولا قضت على مئات ألاف البشر نعم لا أحد يعني يعني الإيبولا الإيبولا انتشر عن طريق أن أحد الأولاد المسؤولين انصاب بالإيبولا أخذوا على بريطانيا ببريطانيا اكتشفوا أن هذا هذا المرض هذا الجاي اسمه إيبولا لأنه انتشر في منطقة تسمية لإسم المكان اللي ظهر منه يعني لو يعني هلأ يعني هلأ الكورونا الكورونا ما اللي خلاها تاخذ هالشي يعني هال يعني هال الزخم العالمي أنه الدول الكبيرة هي اللي انصابت فيه نعم يعني هلأ هلأ يعني يعني وصلت عبي يقولولك أنه بدهم تمانمائة مليار دولار بس من شان الأبحاث صحيح تمانمائة مليار دولار يعني قليلة ما يقليلة ميزانية الدول ميزانية الدول ميزانية 20-30 دولة في الدول الحقيرة صحيح لذلك لذلك هلأ بتشوف أنه مثلا الأميركان الأميركان قال لك لما صارت لعداد يتموت عندهم بالشوارع بالألافات كل يوم 2003 والكذا يعني وصل العدد لعداد مخيفة يعني قال لك أنه الحكومة الأميركية قال لك أنا منظمة الصحة العالمية ما بقى بدي إياها هاي طلعوا منظمة الصحة العالمية طلعوا كلهم كذبين ما عندهم ما عندهم مصداقية بكل اللي عبي يشتغلوه وفعلاً يعني وقف عنهم وقف عنهم المعاونة المنظمة الصحة العالمية قال لك طب أنا عمشان شو عب أدفع أنا عب أدفع سنوياً وعب أمد هالمنظمات وعب أمد الكذا وعب أدفع بحوث وعب أدفع بناء وأدوية ولقاحات وعملون نشرب العالم معنات شي فيش لذلك يعني حتى دكتور جمال حتى موضوع الصحة العالمية هلأ بس يعني نجتاز مرحلة الكورونا أو لا يعني مثل ما بيقولوا لا يفضل لا يخف يخف هال النور تبعه اللي بكل إصاطي على كل العالم بدك تشوف أنه في كتير نظريات طبية كانوا يتداولوا فيها بدك تنقلب رأسنا على عقب طب دكتور بدا سألك سؤال أنت يعني خبير بهذا الموضوع وأنا سمعتها من كتير ناس طبعاً أنا ما عندي خبرة في الأمراض الوبائية طبيياً يعني سؤال بنسأل كل بيحكي أنه الصين تأخرت في موضوع الوباء الموضوع بدأ في ديسمبر مفروض أعلنوا عنه في ديسمبر القصة بدأت أنه في طبيب شك في ست حالات مرض غريب فكروا السارس بس طبعاً بس طبعاً الحكومة قالت ست حالات أنت بتحكي بعشرة مليون نسمة موجودين في المدينة مش مش رقم أنه نعلن أنه هذا مرض وبائي ونعمل طوارئ عليه طوارئ ما عملت الوعي اللازم أو ما نشرت متى نقدر نعلن أنه هذا وباء أو جائحة هل هو من حالة هل هو من ستة هل هو من مية أم هل من سرعة انتشاره دكتور كما قلت لك أنه سرعة انتشاره لما بيكون مريض واحد مصاب بيروح بانتقل من طيارة بيعديله كم واحد بيوصل للمطار بيعديله كم واحد وبينتقل بالباص أو بالمترو كمان بيعديله كم واحد وهل واحد كم واحد كمان بيعديله شيء آلافات هاي بتصير مثل ما قلنا هذا وباء عالمي بس ولكن أنه في كل دول العالم في كل دول العالم لا يمكن اعتماد مرض وبائي بصيب خمسة ستة يعني مثل عندك تسمهم الغذائي يعني مثلا أنا أكلت بيض مثال يعني الله يسلمك أكلت بيض وأكلت مايونيز والمايونيز طرع متشرك والدنيا صيف وكذا أنا اشتريت هالأكل وجبته على بيتي أو أنا عندي مطعم حطيت هالمايونيز وصرت أبي على العالم بتلاقي بتلاقي لك مية مئتين واحد انصابوا بهالتسمم الغذائي اللي هو بيصير إسهالات بيصير ألم بالبطن بيصير قياءات بيصير حرارة بعض الأحيان مو معناته أنه والله الدولة بتاخد حالة حالة طوارئ يعني هاي حالة محددة حالة معروفة السبب تبعه بس مثل الكورونا مثل الكورونا يعني صارت العالم للأسف الشديد يعني بيقول لك أنه الكورونا هي بأحد معامل أوهان هني كان تسرب الفيروس وفي منهم بيقول لك أنه هو بأحد المناطق العسكرية الأميركية كذا يعني هو لما الفيروس بده يطلع يعني ما معقولة يعني مثلا الصيد الصيد مثلا يعني تكون هي عبتنشر الفيروس وهني أكتر الناس عب بيموتوا ما معقولة الأمير كان أنه هني نشروا الفيروس وعب بيموتوا الألف بيقول لك ايه والله بالخطأ هيك ما في شي بيصير بالخطأ وخاصة يعني بالحرب البيولوجية الحديثة ما في شي اسمه خطأ يعني كله مدروس يعني يعني دولة مثلا دولة ما بده تستخدم مواد فيروسية في منطقة ما بتستخدمها بمنطقة محدودة وبعدين هي بده ترجع تعطي اللقاح تجمع المرضى يعني يعني ما حدا بيترك الموضوع السايب هيك بهالطريقة إلا إلا يكون هذا مرض يعني ناس نكروا وجوده مثلا بيقول لك أنه هلأ المشاكل والمظاهرات في أميركا أنه نسوا التباعد الاجتماعي نسوا الكمامات والعالم كذا يا أخي هلأ بأميركا كمان يوميا بيموت 561 أنت واحد بس ولكن الوضع اللي صاير هو اللي بيغطي بس ولكن نحن أولا وأخيرا ما ننسى وقايتنا الشخصية الفردية اللي هي لازم يكون الأب والأم هن المسؤولين عنا في بيتهم فقط لا غير لا تفكر أنه الدولة أي دولة بالعالم أي دولة بالعالم بتطالع لك سبل الوقاية بتطالع لك الشيء لازم تساوي بتساعدك بتعطيك مواد الحماية الزاتية بس إذا أنا بكنت بأصلي أنا ما أنا مقتنع من هالشي أنا بدي أنصاب ما هي مسؤوليتي أنا الشخصية أنا لحالي أنا السبب في هالإصابة ما حدا غيري وفعلا لما بيقولوا لك أنه مثلا أنه لما واحد بنتقل من مدينة لمدينة هذول الناس اللي قطعت فيهم السبل وظلوا لما عبيعطوهم بيرجعوهم على بيوتهم عبيعطوهم مثلا أربطاعش يوم أربطاعش يوم هي فترة الحضانة فترة حضانة الفيروس الكورونا يعني خلال أربطاعش يوم يعني يعني هو غالبا من الأربعة للتناعش يوم يعني إذا أنا مصاب بدي أنا أكون حامل بدي أكون أنا من بعد نشر هالفيروس بين العالم يعني بهال أربطاعش يوم بيعطوه أربطاعش يوم إذا أنا مصاب بيأخذوني لازم يحجروني ما والله أنا يعني مين هلا بيعرف حاله أنه هو حامل للفيروس وخاصة مثل ما قلت لك فئة الشباب فئة الشباب حامل وبينشر الفيروس خلال أربطاعش يوم وبيطيب منه ما له خبر بس بينشره هو يعني هاي هي المشكلة هون هذا الشي اللي بيخوف هذا الشي اللي بيخوف يعني فيه دكتورة أنا سمعته أمريكي يشبهه بالإنسان الغني الشاب زي الإنسان الغني منعته قوية زي الغني معه فلوس كتير إذا قاله ألفين دولار هو ماشي ما بنتبه عليهم ما بحس فيهم فهو فعلياً عم بوقع فلوس وهذا عم بنشر هذا الفيروس وللعلم أنا سمعت في دراسة حديثة دكتور في مقاطعة أنتاريو في الشهر الماضي أربعة وثلاثة تلاتة واربعين بالمية من المصابين الجدد شباب نعم تلاتة واربعين بالمية يعني قد هذا يعطينا إنديكيشن أديشن كان فيه استهتار من هذه الفئة أو عدم مبالاة بالقوانين والتعليمات الحكومية في هذا الشيء دكتور يعني هذا الفئة الشباب اللي انصابت في المرض وطابت منه الحمد لله وما تعرضوا لأي عرض أو يتركوا العمل أو يبركوا بالبيت أو يستهلكوا القطاع الصحي أو يحجزوا سرير بالمستشفى وكذا هذول الروس استفادوا من هالمرضة كثير يعني ساووا تيست عليهم إنه كل واحد كشف يعني مثل إنديكياتر ساولو كشف مين انصاب بهال الشباب مين انصاب بهالفيروس طلعوا إنه فعلاً فيه كثير عالم انصابت وطابت لذلك هذول صاروا يأخذوا منهم الدم يأخذوا منهم المصل صار هالمصل هذا صار يعالجوا فيه المرضى الأكبر سناً يعالجوا فيه تحكينا عن هذه الطريقة دكتور هاي الانتيبودي هل هناك ناس عم يسألوا عنها كبير يعني متبقتلك أنا مثلاً مثال يعني هو الأقرب للواقع الشرح يكون عن طريق المثال أنا انصبت الكورونا ومش حالي ما حسيت فيي وطبت و أربع خمس تيام وروحت على الشغل وما حسيت فيي هذول ايش بيصير عندهم هذول بيصير عندهم انتيبودي يعني الانتيبودي هو الجهاز المناعي هالمريض لهالمريض بيطالع بيطالع مناعه ضد هالفيروس وبيقضي عليه يعني يعني الانسان الكبير ما عنده هالشي انه الجهاز المناعي يطالع انتيبودي لهالفيروس ويقضي عليه كذا لذلك انه بيكون عند الكبار السن وهن المصابين بالامراض المزمنة هذول بيكون عندهم الفيروس هو المتغلب على الجهاز المناعي لذلك بيأخذوا من عند هذول الأصحاء الشباب بيأخذوا عندهم المصل المصل هو اللي المصل هو اللي بيحوي اللي بيحاجة لرعاية صحية اللي بيحاجة لجهاز تنفسي وعلى هيك لذلك انه فعلا بتشوف انه بيروسيا يعني لما استخدموا هالشغلة انه صارت الناس تتشافة كثير يعني صارت الناس الكبيرة السن يعني صارت تتشافة وتطلع على البيوت بس طبعا يعني اللي بيدي يموت بيدي يموت بعودة الحياة تطبيع الحياة والعلاقات الاجتماعية شوي شوي بس ولكن ما زال الحرص شديد وقوي على عدم زيارة دار العجزة او دار المسنين هذا الحكوم منعته منع كلي انه انا عندي ابوي عندي كذا في دار المسنين بدي اروح اشوفهم مستحيل مستحيل التواصل معهم لذلك انه بتشوف يعني مثلا بايطاليا عندك بمكان واحد بمكان واحد مات 65 بالمية من دار المسنين اتوقع انتاريو اكتر وفيات كانت في دور الكبار السن يعني بكل العالم اللي انتشر اللي وصل الفيروس الكورونا لدار العجزة او دار المسنين نخلينا نسميه دار السعادة يعني نعم والله يخلينا اياهم والكبار السن مع رأسنا يخلينا اياهم يكونوا بحضرنا احسن طبعا الظروف هي الظروف بعض الاحيان يعني تفرض نفسها لذلك انه لما دخل هالفيروس يعني وخاصة بالبداية يعني ما حدا كان متوقع انه وصلت العالم تتساقط مثل ورق التوت يعني للأسف لذلك الحكومة يعني بدا تفتح تعيد العلاقات التجارية العلاقات الاجتماعية التواصل الاجتماعي بين البشر يعني طبعا بشكل محدود الا في موضوع دار المسنين هذا ما زال خط احمر على الجميع وهو الاخطر يعني في عندك كم سؤال او كم تعليق في ابتسام تحكي مشكلة الاماكن المغلقة بيعلق بالهواء اذا في مصاب بالكورونا اعتقد هذا اللي حكيت عنه دكتور نعم عم يابو معيد وعليكم السلام شرفتنا هلا وسهلا فيك سهير بتحكي السلام عليكم كلام صحيح المشكلة لما بنكتب انجليزي بخ طلت التعليق حقائق تكتشف حقائق عالمية يمكن اصده هيك نكتشف حقائق جديدة يس في سؤال اذا ممكن ممكن زي ما بقولوا انه الفيروس يتطور هل هذه حقيقة انه الفيروس ممكن يتطور وغير حاله دكتور هو من المميزات الفيروسات بشكل عام هو يعني نحن بنسميه متحولة متطورة متجددة نعم هالشي هو الواقع لذلك مندخل في موضوع نرجع لموضوع اللقاحات لذلك لا يمكن اعتماد عن اللقاحات لانه هالفيروس بيغير البنية الحمض النووية او دين اي بتتغير معه من شخص لشخص ومن فترة زمنية لفترة مزمنية الى اعتماد عن طريق انتقال العدوى عن طريق تشكيل المضادات المناعية الخاصة بالجسم لذلك انه فعلا الفيروس متحول تلاقيه وهي هون خطورته وصعوبة اللقاح تبعه وصعوبة العلاج تبعه وسهولة الانتشار هذه مشكلة في الفيروسات طبعا انه الفيروسات دائما للأسف علم الفيروسات يعني علم ما زال يعني متل ما بيقولوا انه كتير شي فيه غامض يعني كتير غامض يعني احنا مثال نحكي فيروس الايدز اللي له حوالي 40-50 سنة نعرفه والحد الان مش بيكتشفين اللقاح مع انه ما تحور كتير ومع ذلك مشادرين يكتشفونه اللقاح فهذا بينا كم صعب مواجهة الفيروسات طبعا الدكتور طارق بشرفنا نكون معناه بيحكي لا أحد يمكنه التنبؤ بمستقبل قريب للفيروس والتعامل معه المعامل والباحثون والعلماء يواصلون عملهم كل لحظة وهناك أخبار بعضها مطمن والبعض الآخر يثير القلق يعني كلام موزون الدكتور طارق هذا اللي لازم يفهموا الناس العلماء يحاولوا فيه علماء ممكن ينفوا شغلات وعلماء تانية يكتشفوها هذا شيء طبيعي في العلم لأنه كل واحد يدرس بعمل دراسة بطريقته وبمنهجيته ويحاول دائما أنه يكتشف شيء جديد عشان يستخدموا اللي بعده أو ينفيه لأنه يستخدم طريقة معينة أو بروتوكول معين فهذا شيء طبيعي في العلم ما تخافوا وما تشعروا أنه يعني إحنا موجود هذا في الوسط العلمي كل يوم دكتور أنا بدي أرجع أو بدي أركز في النهاية يعني على موضوع الوقاية يعني أنت حكيت عنها كتير موضوع الجهاز المناعة لو بتعطينا شوية هيكت نصائح عن جهاز المناعة الكل بحكي لنا جهاز المناعة يمكن نحاول نعمل حلقة عن جهاز المناعة بس عطينا اليوم في نهاية هذا اللقاء شوية دكتور جمال نحن نعرف أمراض الأورام أوراض الأورام لما الأدوية طبعا تؤتل الخلية المسلطنة مع الخلية السليمة مع كذا لذلك بتوصل بتوصل مناعة المريض مناعته بتوصل لأدنى الحالة لأدنى المستويات لذلك في هالحالة أنه هو المرضى لتبعات السرطان البيض والأدوية الكيميائية اللي بتنزل عنده المناعة أنه هو الحجر لحالهم بغرفة وبيتتغير الهواء بالثواني مئات المرات بس بالنسبة للمناعة يعني نحن خلينا نحكي على المناعة يعني على متناول اليد يعني مثل عندك التوم مثل عندك الزنجبيل مثل عندك الليمون مثل عندك يعني الفلافلة الفلافلة هاي الدعبة لهيك اللي كمير يعني بالأخير يعني أنه بيطلق طلع فيها فيتامين سي أكتر من الليموب يعني لذلك أنه يعني عندك ترفع أنت الجهاز المناعي وحده يعني ما لغ غير بهالشغلات المتناول بالبيت بالبيت يعني إذن إحنا يعني نركز على جهاز المناعي نركز على الأكل المفيد نبتعد عن الأكل الضار الفاست فود وما شابه والرياضة مهمة دكتور جمال جيب هشام جيب الشاحن البطارية خلصة بسرعة الشاحن اللابتوب دكتور جمال نحن أكتر الشيء المناعة المناعة هي بتكون عند الناس البدينة يعني للأسف إنسان البدين هو أول شيء يكون حركته ضعيفة بيكون عنده بيكون عنده الحركة الرياضية ضعيفة بيكون عنده التدريب الرياضي ضعيف باعتمد على المواد السرية التحضير الفاست فود هذا باعتمد على نظام صحي غير مدروس يعني ما بيبحث عن شيء لذلك إنه نحن أول شيء بهالفحالي هاي لازم نكتر نعتمد على الخضار أكتر من اللحوم بكتير نعتمد على الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أكتر من زيوت المهدرة جاوز نعتمد على الإبتعاد عن الأكلات اللي تؤدي للسمنة يعني مثل الرز مثل هالشغلات الخبز الطحين الزيادة هدولة هدولة كل آياتهم من العوامل اللي بتهدم جهاز المناعي بالجسم يعني مثلا عندك إذا بدك أنت تلعب رياضة بشكل كويس جهازك المناعي كويس إذا بكتاكل تنظم الوجبات الغذائية تبعك بتكون أنت وضع كويس الصحي لذلك إنه كل شيء اللي بيزيد عن حده اللي بيزيد عن حده بالأكل يعني الإسراف بكل حاجة يعني هي مدمرة للجسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشفع يعني عندك مثلا اللي نعكس يا دكتور اللي نحن صرنا نعكس يعني عندك المعدة نرجع للأكل يعني باعتبار أنه هو بأبلك هواء وماء وطعام صحيح نحن للأسف يعني يعني نأكل يعني مثل ما أقوله حتى تنختم حتى كذا مش مكان يكون يعني هذا للأسف يعني 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 هو نشيل مزعجة يعني للصحة يعني بعدين عندك إدخال الطعام على الطعام هذا كمان شغلة كتير مزعجة يعني أنا أكلت ما ما أمت ولا بجهد ولا بجهد بارك أنا أتفرج على التلفزيون بعد ساعتين ثلاثة برد بأكل وجبة يا أخي أنت الوجبة قبل هاي اللي أكلت ما حرقت وما طلعت من معتك وأنت رديت أدخل طعام تاني هاي هون بتساوي كمان مشاكل مشاكل صحية يعني خاصة بتسبب يعني المشاكل الصحية على الجهاز التنفسي على الجهاز الهضمي هي تؤدي بالأخير على النفسية المريض بتؤدي إلى اضطرابات شخص نفسية يعني يعني هالتوازن هالشغلة المربوطة ما بين الأكل والوضع النفسي هذا كثير علاقة يعني علاقة وطيدة بين بعضهم يعني الإنسان الجوعان بيكون وضع الصحي أكتر من الشبهان ووضع النفسي عشان هيك هلأ عم بركزوا على موضوع الصيام في تقوية جهاز المناعة وال الانترميديا تفاصل نعم يعني في كثير ناس يعني الطواعف غير الإسلامية صاروا يعتمدوا مثلا بيقول يعني هني ما بيقول لك أنه أنا بدي أصوم مثلا يومين بأسبوع 2 وخميس مثل بعض الناس اللي ماسكين هالشغلة يعني بصوم 2 وخميس يعني بيقول لك أنا بدي أصوم يوم بالأسبوع يومين أو ما بدي أصوم بدي أخفف عدة أنواع من الأكل الرز مع اللحمة مع البرغل مع البطاطا مع الزيوت مع الهامبرغر مع الكذا هذا هون هون المشكلة هون المشكلة وبالأخير كل آياته مثل ما قلت لك كل آياته يعني كل آياته بيصير ببريشن بالأخير طيب دكتور في كم سؤال إذا نقدر نعرج عليهم سريعا وممكن ننهي ريم بتقول لك أنا بتابعكم من أستراليا حياك الله يا ريم وشكرا لك بتتمعينا مع فرق الوقت والصعوبة لهذا ممكن توضحونا ليش إحنا في أستراليا والحمد لله ما عندنا كورونا إحنا في ولايتنا ما في غير كم حالة رجعت الآن مية مية طبيعية للحياة أنا مدرسة وعندنا 1500 طالب الطلاب ما بيستخدموا الماسك ولا تعقيم ولا في حالات بينما في بلدان تانية في حالات بأعداد لا تصدق وفيات بأعداد مهولة يعني أنا أول شغلة منحمد الله أنه ما في إصابات ومنتمنى السلامة للجميع على كامل كوكبنا الصغير لكل الأرضية إن شاء الله الفيروسات والأمراض والحروب والمجاعات والكوارس الطبيعية وغير الطبيعية الله يبعد عن الجميع ويعيش العالم بأمن وأمان يعني شيء يسعدنا هالخبر أنه ما في إصابات بأستراليا وكذا الحمد لله يعني معناتها أنه في وقاية ذاتية في وعي صحي أسروي في ناس متفهمة أنه الوقاية هي ضرورية نحن بنعرف أنه يعني كل ما إنسان كان واعي كل ما كان أقرب أقرب للوضع السليم هذا هو ومنحمد الله أنه يعني ما في عندهم شيء ومنتمنى أنه بكل دول العالم يعني يزول هالخطر هالكارثة اللي موجودة وشي بسعدنا أنه نسمع أنه في أماكن الحمد لله طبعا سهير بتحكي عن حبة البركة أتوقع أنه كل الأغذية طلع عليها حكي بس ما في دراسات معرفش لديك أي معلومات عن حبة البركة دكتور يعني حبة البركة يعني من كلمة البركة في البركة يعني إن شاء الله في البركة يعني الحمد لله تستخدم في كتير شغلات كتير شغلات من الطعام للعلاجات للكزا يعني 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 دكتور جمال يعني أولا وآخرا يعني الأدوية منين تأتي أكيد من العشاب والمواد الكيميائية المشتقلصة من العشاب يعني فيه شيء كيميائي مية بالمية وفيه عندك فيه الطب البديل هلا اللي عم يستخدمه وعني أعطي نتائج كويسة الطب البديل مزم يعني يعني أنا مع الناس اللي حبة البركة حبة السودا الزيت السمسوم وهالشغلات يعني شغلات طبيعية مفيدة وبذر الرشاد والصمغة الطبيعي أنا دكتور بدي أعمل دكليمر هون أنه يكون الناس حذرين من زيادة النوع يعني مثلا هلأ بلاش واحد يسمع حبة البركة يروح شاري له 20 كيلو حبة بركة ونازل فيهم يوكل للأسف صارت حالات وأنا بعرف ناس صار عندهم فشل كلوي من شرب الينسون لأنه يمكن شربوا كميات ضخمة أول ما نزل الدعاية الخبر أنه الينسون هو شفاء فبرضه نكون يعني شوية أذكية في موضوع الاختيار يعني نكون طبيعيين نأخذ الأدوية أو العشاب بشكل طبيعي بحيث أنه ما نضر جسدنا دكتور جمال فيه شغلة شغلة يعني الحمد لله أنه السوشيال ميديا كانت أخذت دور فعال كتير في الوقاية في توصيل الخبر السليم بس ولكن من الطرف الثاني من الطرف الآخر من سمية كان إلا دور سلبي كتير كتير يعني عن طريق بس الإشاعات أنه اليانسون عن طريق الكذا أنه المنامات اللي يكل كذا وشراب كذا يعني أنا بتمنى 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 أنه كل معلومة كل معلومة ابحثوا عن المصدر طبعي كل آياتنا لازم نبحث عن المصدر المعلومة يعني مصدر المعلومة يعني مثلا هلأ يعني نحن كنا لما بتجي مثلا وحدة مرة عند أمي الله يرحمها ويرحم الله يرحمها بتقول خير حج شو عب تأخذي بتقول هذا الدواء من شان وجع الراس عب أخده وطبط عليه بتقول عطيني كان حباي منك طبع بتأخده وبدأت جربه يعني هو تعرف أنه تعرف أنه ممكن يكون الصداع يعني التهاب جيوب ممكن يكون طغط ممكن يكون يعني الصداع يعني حسب تواجبه يعني حسب وضعه بالرأس يعني المركز بالرأس يعني من قدام ولا من وراء كذا يعني بتقول لك والله الحج طابط عليه أنا لازم أطيب لا هذا شي خطأ يعني وهذا كمان للأسف يعني لازم المعلومة الطبية المعلومة الاستخدام الأدوية دائما يرجعوا للأطباء يعني هلا مثلا نحن إيمت لازم نزور الطبيب لازم نزور الطبيب يعني أول شغلة أول شغلة من زور الطبيب وما نستهدر فيها مثلا أنا بمشي بالشارع أنا وابني هجم كلب عضوا لابني يعني هاي هاي انه لازم مباشرة انه ااخد ابني واخده على المستشفى في علاجات في الو كذا الشغلة التانية يعني أنا عب شعر انه في صعوب التنفس بروح باخد كمون باخد معنى لا أنا لازم مباشرة راجع طبيب يعني في معي مشكلة ليش أنا مثلا معي صعوب التنفس الموضوع التاني اللي هو اكتر شي وعن انه مريض بيظل بيسعل يومين ثلاثة عشرة وبيقلك باخد يانسون باخد شغلة بطيبة عليه باخد بروع الصيدلي من على الرف ما بده وصفي ما بده شي يعني السعال كمان لما السعال أكتر من أسبوع معك يعني بشكل عام نحن عمنا معناها في شي يعني في شي حقيقي في مرض يحتاج إلى تدخل طبي يعني مثلا وخاصة أنا بزعل على الأطفال اللي أهاليهم بتعاملوا معهم على تخفيض حرارتهم بالطرق المنزلية عن طريق مسح الخل عن طريق الماء البارد عن طريق الكمامات يا أخي هاي شغلات كويسة هاي أنت بتستخدمي بتستخدمي هاي الشغلات لبين ما توصلي على الطبيب بس متعتمدية هي علاج أساسي للمرض الحرارة بعدين في عندك الشغلات الثانية عند الأطفال هو الطفح الجلدي الطفح الجلدي ما كان الإنسان بيقول هذا من الكنزة هذا من تحسس من الصوف هذا تحسس من الكزة هذا يعني للأسف بس طفح الجلدي لازم بيكون هذا وخاصة يعني كثير من الأمراض الفيروسية بيطلع طفح الجلدي على الجسم يعني في عندك في عندك ارتفاع الحرارة لفترة طويلة ومجهولة السبب كما بد الطبيب يدخل فيه طبيب عندك اضطراب الرؤية لما أنا 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 أتفرج على التلفزيون وميسك الجريدة عبارة بدون لضارة بدون شي بعدين فجأة بحس إنه والله النظر يعني صار يخف هيا طبعا تستاهل إنه أنت تعالج زور الطبيب يعني هاي الحالات جدا 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 مطلوبة إنه لا تتساهل فيها ولا وما بصير تساهل فيها عندك مثلا كمان موضوع سهل موضوع سهل إذا كان من الأسهل يعني أي سهل إذا ضل مرحلة مرحلة إلى فترة زمنية طويلة بدخل صاحبة باضطراب شوارد في الجسم يعني بأثر على القلب وممكن المريض يموت يعني في عندك شغلة ثانية يعني أنا كنت بلعب رياضة وبروح وبجي وما شاء الله جسمي حديد بشوف فكرة بشور بأرهاق بخمول بكذا طبعا هاي كمان بحاجة إنه أنا أراجع طبيب في شي طبعا طبعا في شغلات ألام العضلات في الجسم ألام العضلات يعني أنا مثلا بكون أعب العب رياضة بتشنج إجري بتمطط بتشنج مكان في جسمي يعني ما عندك عندك دكتور يعني فيه كتير بتسهل وفيه التالون هذا اللي بيطلع بجسم الإنسان إنه ممكن يكون قبل الكانسر أو أي يعني يعني ممكن يكون إنه من الأمراض العلاقة بالسكر بالسكر يعني إنه مثلا عندك الإنسولين الإنسولين ما بتجاوب في عنده في عنده كذا تشوف مطلعوا هذول لذلك يعني يعني فيه شغلات ما لازم يطول عليها المريض لازم يعالج يعني يروح يشوف ما السبب يعني يعني ما لازم يسكت فيها ويضل قاعد في بيته ما بسر صدق دكتور آخر سؤالين رح نسألك سريعا خطورة الكمامة بتحكي إنه ابتسام إذا وضعت الكمامة أكثر من ساعتين بعض الأطباء بيحكوا إنه كريات الدم الحمراء بنقص عليها الأكسجين فيه ناس بتنخن قادب طلعت بعض الإشاعات بهذا الموضوع إيش رأيك دكتور جمال فيه الكمامات أنواع في عندك هاي دول اللي بيستخدموها بشكل عام هاي الزرقة هاي مشكلتها الأساسية كل الكمامات كل الكمامات أكثر من ساعتين ثلاثة ما لازم تستخدم في عندك الآن 95 الكمامة هاي اللي بتخنق هاي هاي وحدة وفي عندك هلا دول اللي بتشوف انت الكمامات اللي عب يساون بالبيوت اللي إله مثل هاي جهاز بتنفس وما بتنفس هاي الأخذ اتساملة ما عبتحكي على هالنوع من الكمامات فعلا بيصاوي نقص اكسجين لأني لأني أنت ما بتاخد اكسجين بس عبتطرح ثاني اكسيد الكربون عبتردت وتنفس ثاني اكسيد الكربون بيظل هيك لبين ما يطلع عندك الـ الـ اتنين بيروح بيظل عندك الكربون الأحادي الكربون الأحادي هذا بيتحد مع الكريات الحمر وما بتركه وهنا بيصير الاختناق هذا ما تسأل هالسؤال نحن الكمامة أكثر من ساعتين ما لازم تلتبس بتعرف يعني رغم انه موضوع انه عدم السماح للأكسجين بالدخول للريئتين أو بالتنفس بالإضافة في الرطوبة اللي عبتصير الرطوبة الرطوبة لما أنا باخدها بحطها بجيبي برد بيستخدمها يعني كمان أنا من إيدي عبنقلة عدوى لذلك أكثر من الساعدين لازم تكبت غيرها صحيح صحيح رنيمة بتحكي شكرا دكتور سؤالي هل تنصح بلقاحات الفيروسات السنوية في بداية الشتاء لرفع المناعة وخصوصا عند الأطفال دكتور في عنا الأمراض اللقاحات للأطفال اللي مثل ما تكلمنا عن الحصبة اللي هي السل اللي هي الحمى الشوكية هذول اللي لازم يتاخذوا الأطفال في مواعيدها حسب الجدول عند الأطباء بس مثل ما قلتلك اللي شغلات التانية يعني بياخدها الكبيرين السن اللقاحات تبعية الإنفلونزا تبعية الشغلات التانية للكبار السن لازم ياخدوها يعني ممكن ممكن تخفف من الأعراض بس ما هي حل جذري ما هو حل جذري يعني مثلا بنصاب المريض بيصيب معه بتعرف كل الفيروسات بيصير حمى بيصير ألم بالعضلات بيصير سعال بيصير وكذا يعني هدولة ممكن تخف الأعراض بس ما بتروح بالمرة ما بتروح دكتور هذا سؤال يمكن خارج عن موضوعنا إذا تحفظ عليه ممكن نخلي لبعدين الشادية بتسأل فرط نشاط الغد الدرقية تتعالج لها ثلاث سنين ولسه نتائج في التحاليل عالية برأيك أنه بيكون هدولة في عندهم الغد نشطة سيادة هيا ما بتتعالج غير عن حق المواد المشعة حتى يخمدوها شوي يعني يكبحوا من فرط النشاط طبعا لذلك أنه الطبيب المعالج هو أدر بهذا الموضوع صح دكتور طارق بقول صحتكم أمانتكم وأنا بحكي كمارو بركز على ما قال الدكتور طارق صحتكم أمانة بأيديكم ما تفرطوا بهاي الصحة اللي ربنا أعطاكم إياها وما ترمو بأنفسكم إلى الهلاك ولا بأهاليكم ولا بأبناءكم بسبب استهتار بشغلة بسيطة قد تكون يعني ما تأخذ منكم دقائق زي غسل الإيدين تعقيم لما تدخل البيت تعقم حالك تغسل إيدك تنظف حالك شي طبيعي يعني مش عم نطلب منك أشياء خيالية شرب الماء شايفين ما شاء الله ذكر بشرب مية كتير هذا شي مهم لتقوية جهاز المناعة النصائح اللي أغنى فيها الموضوع شكرا كتير إليك ونرجع منركز على موضوع الوقاية الشخصية فقط غسل الإيدين الابتعاد عن التجمعات الابتعاد عن الأطعمة الفاسدة الابتعاد عن الأطعمة الفاست فود الأكل السريع التجمعات وخاصة أنا بنصح بوجه نصيحة لكل رجل فوق أو امرأة فوق الستين سنة خمسة وستين سنة ومصاب بسكر وضغط ومشاكل في الجهاز التنفسي أن يبتعدوا عن التسوق بشكل تام وبأمل من أبناؤهم يقوموا بها الخدمة أنا بعرف أنه الرجل دائما هو بيقلك إذا أنا ما اشتريت ابني ما بيعرف بيشتري لا عيف المرة يشتري بها الفترة الحرجة وبتمنى الصحة للجميع والله يبعد الشر عن الجميع وإن شاء الله دائما بيكون الخير هو هدف الجميع ومرافق الجميع إن شاء الله وشكرا كتير لك دكتور جمان ولكل اللي شاركونا بهاللقاء وكل اللي أغنوا بأسئلتهم وباستفساراتهم ومنتمنى دائما الخير للجميع آمين يا رب العالمين وإن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة باسم قناة كنار كنار TV حابب أشكرك دكتور على الوقت اللي أتحته إنا حابب أشكر جميع من شاهدنا الجمهور سواء بالتعليقات أو عمل شير أو بس تطلع على هذه واستفاد الشكر لكم جميع لأنكم أنتم بدعمكم وتدعموا هذه القناة حابب أذكركم بحلقات غدا الساعة سبعة حيكون لدينا حلقة مميزة مع الدكتور خالد حمات هو خصائي وعنده دكتوراه في موضوع السعادة حيتكلم في موضوع جمال الحياة مع ريم على موضوع مهم جدا 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 شخص متميز تبوأ مناصب كبيرة في الشرق الأوسط والعالم في موضوع التنمية البشرية يعني قليل اللي بنحكي عنه فكونوا معنا مع الدكتور خالد حمات تمورو الساعة سبعة والساعة تسعة زي ما عورناكم هنكون في المقهى مع فرقة فورت باند فرقة موسيقية عربية رائعة بتعمل موسيقى جميلة فلكلورية من تورونتو كونوا معنا خليكم مع هذا البرومو ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع غدا 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة